أيها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته هناك رجال لهم علامات في التاريخ لهم فضل على الدعوة لهم منة في أعناقنا سيدنا أبو بكر الصديق صديق هذه الأمة وعطيك الله من النار رضي الله عنه كان حازما في مواطن الحزم شديدا في مواطن الشدة رحيما في مواطن الرحمة من ينظر إلى رقة أبو بكر يتعجب من شدته وحزمه في حروب الردة وكان لابد من الشدة والحزم في هذا المواطن فهو القائل والله لو منعوني عقالا في رواية عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه سيدنا عمر يحاول أن يسترضيه أن يهدئ من غضبه وشدته ولكن رأى أن الله شرح صدر أبي بكر لهذه الحروب لأنها كانت مفيدة في هذا الوقت وكان وقتها لتقوم الدعوة مرة أخرى ولا تضعف راية الأمة رضي الله عن سيدنا أبي بكر يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم واصفا إيمانه وتوكله ويقينه بربه يقول لو وضع إيمان الأمة في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لا رجح إيمان أبي بكر ثم يقول في موطن آخر ما سبككم أبو بكر بكثرة صلاة وصيام وزكاة وحج ليس بكثرة العبادة وإنما بشيء وقر في قلبه الإيمان الذي كان يسكن قلب أبي بكر الرقة والرحمة التي تعلمها من رفيق عمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو أول الرجال إيمانا على الصحيح وهو رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار ثاني اثنين ويكفيه شرف بأنه نال هذه المنزلة يجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما ويقول من منكم أصبح اليوم صائما يقول أبو بكر أنا يقول من عاد منكم اليوم مريضا يقول أبو بكر أنا يقول من شيع منكم اليوم جنازة يقول أبو بكر أنا يقول من تصدق منكم اليوم بصدقة يقول أبو بكر أنا ثم يبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول مجتمعت في شخص في عبد إلا دخل الجمة بشارة لسيدنا ومولانا أبي بكر الصديق ما هذه المصادفة الطيبة التي تدل على تعلق قلب أبي بكر بحب الخير أصبح صائما عاد مريضا تصدق بصدقة شيع جنازة هذه لم تأتي من فراغ وإنما جاءت لمحبة أبي بكر لفعل الخير أسلم على يديه ستة من العشرة المبشرين بالجنة أعتق سيدنا بلالا رضي الله تبارك وتعالى عنها الذي كان الصحابة يقولون سيدنا وأعتق سيدنا أي سيدنا أبو بكر أعتق سيدنا بلالا رضي الله عنهما يقع بينه وبين سيدنا عمر موقف ما يقول سيدنا أبو بكر وقد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو أخاه عمر رضي الله عنهما يقول يا رسول الله وقع شيء بيني وبينه فأسرعت ثم ندمت وكأن سيدنا أبو بكر ندم أنه أغضب سيدنا عمر قال ثم ذهبت إلى بيت عمر وطلبت منه أن يغفر لي فأبا هذا أحزن قلب أبي بكر فعندما سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غفر الله لك يا أبا بكر غفر الله لك يا أبا بكر غفر الله لك يا أبا بكر وكأن عمر ندم أنه رد أبا بكر فذهب إلى بيته فلم يجده فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب لغضب أبي بكر ووقف وقال لقد كذبتموني وصدقني أبو بكر وواساني بماله ونفسه فهل أنتم تاركوا لي صاحبي وكررها مرتين هذه محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجنعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته